استجابة للإرادة الملكية السامية وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فقد عقدت لجنة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء اجتماعها الأول بحضور أعضاء اللجنة التي تتكون من أصحاب السمو والمعالي نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقد استعرض سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي عدد من التصورات والمقترحات التي تحقق أهداف ورؤى الحكومة في رفع تاجية وكفاءة العمل الحكومي وفق تنسيق تكاملي قادر على تنفيذ برامج الحكومة وأهدافها التنموية عبر جهاز حكومي فعال بعيدا عن الازدواجية بين جهاته والتضخم الذي لا ينسجم مع التحديات الاقتصادية ولا يتماشى مع رؤية الحكومة في ترشيد الانفاق وقد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها أسبوعيا بعد دراسة الخيارات والمقترحات الأولية التي استعرضتها في اجتماعها الأول وأكلفت بعض الجهات بتقديم التفاصيل عنها والتوصيات بخصوصها واتفقت اللجنة على تنفيذ مشروع عادة الهيكلة وفق مراحل وبرامج تنفيذية وجدول زمني يحقق توجهات الحكومة في عادة الهيكلة ويراعي مصالح الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة اشتركوا في القناة